أكد رئيس مفوضية للتحاد الإفريقي موسى فقيه أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعمل كثيراً ويبدل مجهوداً كبيراً لخدمة القارة الإفريقية في مجال البنية التحتية جاءت تصريحات فقيه في كلمته خلال اجتماع الرئيس الروسي بلادمير بوتين مع رؤساء المنظمات الإقليمية الإفريقية ضمن فعاليات أعمال القمة الروسية الإفريقية الثانية بسان بيترسبرغ فخامة الرئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي على هذه التعولة هو كان يعمل كثيراً في هذا المجال لأن إفريقيا 30 مليون كيلومتر مربع مساحة شاسعة ولكن نحن نفتقر إلى مطارات إلى السكك الحديد اليوم نحن شكلنا أكبر منطقة تجارية في العالم لكن علينا أيضاً أن نوصل البلدان بين بعضنا البعض كي نستفيد بشكل جيد من الموارد والمصادر المتاح لنا فالمشروع الأكبر في قاراتنا هو البنية التحتية والطاقة